بتعاني من نقص عدد ساعات المشاهدة الفيديوهاتك على اليوتيوب بالرغم انك بتعملها بصورة متقنة واحترافية؟ لو لسه ما فعلتش قناتك ومش قادر تجمع الاربع تلاف ساعة وبتواصل رفع على قناتك وبالرغم من ده برضو لسه ليه الى الان بقالك سنة وسنتين ومش قادر تحقق الاربع تلاف ساعة مشاهدة؟ لو انت من لنا قلت عليهم يبقى الفيديو ده علشانك تبقى معي للنهاية علشان هعرفك على ميزة معينة هتفعلها أثناء رفع فيديوهاتك على قناتك على اليوتيوب الميزة دي لو فعلتها هتقدر انك من خلالها تحقق معدل ساعات مشاهدة عالي الفيديوهاتك وكمان تقدر تحقق الاربع تلاف ساعة مشاهدة بأقصى سرعة السلام عليكم ومرحب بكل متابعي العلم والتكنولوجيا معكم دكتورة سمر مقدم محتوى بالقناة جلنا تعليق متكرر تحت فيديوهاتنا من نقص عدد ساعات المشاهدة للفيديوهات بنرفع فيديو كويس بنعمل السيو كويس صورة مصغرة أتراكتب وبالرغم من ده عدد الساعات أو عدد مشاهدات الفيديو مش مرضية ده بالنسبة للقنوات المفاعلة أما القنوات الغير المفاعلة مش قادرين نحقق الاربع تلاف ساعة بنعمل اللي علينا وبنزبط فيديوهاتنا وبنرفع باستمرار وبالرغم من ده الساعات بتنقص يا ترى السبب السبب هو ميزة صغيرة موجودة عندك أثناء رفع الفيديو على قناتك أنت ما بتفعلهاش لو فعلتها هتفرق معاك جدا وهتحس بفرق في عدد المشاهدات الميزة دي تقدر أنك أنت تفعلها ولكن لو أنت بترفع الفيديو بتاعك من على الكمبيوتر أو من خلال جوجل كوروم من على الموبايل أما لو أنت بترفعه من قبل كيشان اليوتيوب العادي أنت مش هتقدر تفعل الميزة دي علشان كده من الأفضل أنك ترفع الفيديو من على جوجل كوروم أول ما بتدخل ترفع الفيديو من على جوجل كوروم وتجي تزبط الوصف بتاعك وكمان تدخل على الكلمات المفتحية في خيارين موجودين في نفس الصفحة دي أحد الاختيارين دول بيبقى سبب من أسباب زيادة معدل المشاهدات لفيديوهتك سواء من المشتركين أو غير المشتركين تابعوا معي الفيديو علشان أعرفكم الأوبشن ده في قناتك هتفعله ازاي؟ علشان تساعد في زيادة عدد المشاهدات أو تحقق الأربع تلاف ساعة مشاهدة هنفتح قناتنا بالشكل ده من جوجل كوروم وهيظهر لنا روحة البيانات الخاصة بالقناة ويبقى موجود عندك لو أنت شغال من الموبايل اسمه إحصاءات هنختار الجمهور من إحصاءات القناة دخلنا على الجمهور ونزلنا لقسم الإشعارات الخاصة بالمشتركين وده بيوضح لك المشتركين اللي وصلهم أو نسبة المشتركين اللي عندك على قناتك اللي مفعلين الجرس للإشعارات الخاصة بفيديوهاتك هنا عندنا المشتركين الذين فعلوا خيار تلقي كل الإشعارات من قناتك هنا 46.6% طب ده إيه علاقته بكلامنا؟ علاقته إن فيه حقوبشن معين أنت لو ما فعلتوش أثناء رفع الفيديو وقناتك مش هتوصل لهم إشعار إنك رفعت فيديو خلونا ندخل على المحتوى ونختار فيديو نوضح النقطة دي في عملي ده آخر فيديو مرفوع على القناة عندنا أثناء ما أنت بترفع الفيديو وزبط السيو والكلمات المفتاحية وزبط القوائم التشغيل تحت الترخيص والتوزيع عندنا مربعين فيهم علامة صح واحد مكتوب تحت التضمين والتاني نشر الفيديو في خلاصة الاشتراكات وإرسال الإشعارات إلى المشتركين طبعا أثناء رفع الفيديو بنعمل علامة صح وصاد نشر الفيديو في خلاصة الاشتراكات علشان لما بتعمل علامة صح يوصل إشعار أول ما بتعمل رفع علني للفيديو هيوصل إشعار مباشرة لكل المشتركين اللي مفعلين الجرس طب لو أنت ما فعلتش أو ما عملتش صح قدام المربع ده ما بيوصلش إشعار نهائيا لأي حد مشترك عندك على القناة علشان في ناس موشتركين ويقول لك ده احنا مش بيوصل لنا أي حاجة من فيديوهاتك المشكلة بتبقى عندك أنت إنك ما فعلتش الخيار ده فلازم أثناء رفعك للفيديو تعمل أصاده علامة صح علشان كل حد مشترك عندك في القناة يوصل له إشعار كده هتقدر تحقل لأربع تلاف ساعة أو معدل مشاهدة الفيديوهات عندك هيرتفى لأنك أصبح المشاركين عندك بيصلهم إشعار وطالما وصلهم إشعار فأكيد هيفتحوا الفيديو ويشوفوه أتمنى في نهاية الفيديو أني أكون قدرت أضف لكم معلومة بسيطة تقدروا تحسنوا بيها معدل ساعات المشاهدة الفيديوهاتكم أو تساعدكم أنكم تحققوا لأربع تلاف ساعة بأقصى سرعة تابعوني في فيديوهات تانية إن شاء الله على قناة العلم والتكنولوجيا مع السلامة